تعود الصفحة الرسمية لعلامة ماهندرا في الجزائر إلى نشاطها من جديد وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على دخول هذه العلامة الهندية إلى الجزائر قريبا إن شاء الله وأعلنت الشركة في اتصالها مع مواقع مهتمة بسوق السيارات في الجزائر أن الوكيل الجديد أصر على تسويق سيارة كيو في الصون الشعبية ذات التكلفة المنخفضة واللي حاب يعرف سعر كيو في الصون ندرنا عليها فيديو موجود في القناة أما المودال الثاني الذي ستدخله العلامة الهندية ماهندرا إلى الجزائر هو أكس يوفي طرواصو أكس يوفي طرواصو هي سيارة أس يوفي متوسطة الحجم تتسع لخمسة ركاب تأتي السيارة بنوعين من خيارات المحرك التي تعمل بالبنزين المحرك الأول سعته 1.2 لتر تيربو يولد قوة 110 حصان و200 يوتر مت من عزم الضوران والمحرك الثاني الجديد اسمه TGDE يأتي بسعة 1.2 لتر تيربو يولد قوة 130 حصان و130 نيوتر مت من عزم الضوران يتم إقران جميع الواحدات يدويا بستة سرعات بينما يحصل محرك التيربيني الجديد على خيار AMT بستة سرعات تشتمل الميزات الموجودة على متن أكس يوفي طرواصو على نظام معلومات ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات تدعم نظام الأندرويد أوطول أبل كار بلاي وفتحت سقف مثبث السرعة ومكيف أوتوماتيكي فيما يتعلق بسلامة الركاب تحصلت أكس يوفي طرواصو على ما يصل إلى سبعة وسائد هوائية ونظام أبيات وأبيدي والتحكم في فرمالة الزاوية ومساحات استشعار المطر وأجهزة استشعار أمامية وخلفية لرقن السيارة أما مساحة السندوق الخلفي تبلغ 259 لتر سعر أكس يوفي طرواصو نسخة البنزين في الهند يبدأ من 138 مليون سنتيم والسعر الأعلى فئة من نسخة البنزين يصل إلى 120 مليون سنتيم مع إحساساب كامل الرسوم ولضمان لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر وفي الأخير هذه الأسعار جبناها من الموقع الهندي الشهير المختص في السيارات ستجدونه في صندوق الوصف سلام